الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أولا نشكر الإخوة الذين تكلموا من قبلي فقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وإن شاء الله أنا عندي وقفات مع حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ودائما هنا في المحل ذا نديك الأحاديث عشان تنتفع بيها وتتعلم السنة لأنه كثير من الناس يعني غايب عليهم كثير من الأشياء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأمور المهمة جدا والحديث رواه الإمام النسائي وأحمد في المسند من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال يا معاذ والله إني لأحبك في الله فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك شوفوا الدعاء هذا ما مجيه دعاء الله مجيه طيب أول حاجة الحديث فيه منقب لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه هو من أعلم الصحابة بالحلال والحرام وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعية وإمام وقاضي وبعثه صلى الله عليه وسلم طيب ويوم القيامة يسبق العلماء برتوى يعني يوم القيامة معاذ قدام والعلماء ورع وهكذا كثير من الصحابة هم من الفقهاء والعلماء منهم معاذ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا والله إني لو أحبك في الله النبي عليه الصلاة والسلام يقسم وفيه دليل إن الزهول إذا حبيته فيها الله توري تقول لي يا فلان والله أنا أحبك في الله أحبك في الله مش تمشي إلى البيت بهناك تقول لا يتعارف والله أنا بحبك في الله لا لا مولانا اشتغليني مهكد والأخوك في الجامع معك في المسجد وهكذا وتقول له تخبره النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الرجل أخاه فليقول له يا فلان إني أحبك في الله فيرد عليه الآخر يقول أحبك الله الذي أحببتني فيه دي السنة دي السنة تتعلم فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول له معاذ والله إني لو أحبك في الله ودي منقب عظيم وفضل عظيم لهذا الصحابي الجليل معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال له فلا تدعن يعني ما تترك أن تقول دبر كل صلاة وهنا وهنا الناس بيستدلوا بعض الناس بيستدل بالحديث ده على الفاتحة البشولية بعض الصلاة بعض الصلاة ما في حاجة يسمى فاتحة الإمام يقبل لجماعة اللهم صلي وسلم على نبينا محمد الفاتح اللي ما أغلق يأزولها فده كلام فارع صلاة الفاتح وغيرها فما بجوز في الشريعة الإسلامية إنه الزال بعد ما ينتهي من الصلاة طوال يرفع الدو ولو ما شلت الفاتحة لو صلت بجماعة وما شلت الفاتحة بيقول لك يا مولانا الفاتحة الفاتحة ما في حاجة يسمى فاتحة في الصلاة يوبعني دبر الصلاة الفاتحة الصورة ديك معروفة ما فيها إشكال لكن بعد الصلاة إلا ترفع يدك للناس ما في في الشريعة ولا سواه النبي ولا أمر بيه وكثير من الناس يظن أنه دين والله يجب كثير من الناس طيب ينسأل الزال اللي بيقول الفاتحة دي من الدين هل النبي عليه الصلاة والسلام شال فاتحة بعد الصلاة جاوب سؤال واضح ما شال طيب انت شائل له هل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعو بعد الصلاة جهرا ولا سرا إذا قلت جهرا بنسألك سؤال ثاني ما هي الأدعية التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم إذا قلت سرا نقول لك قال سرا والصحابة ما سمعوها وسمعتها انت طيب سؤال ثاني النبي كان بيدعو مستقبل القبلة ولا مستقبل يعني مد القبلة ظهره ما دي كل أسرة منطقية عشان تعرف كثير من الأئمة الذين إما جهل منهم وإما خايفين من الناس لأنه في بعض الناس لو ما بتشير فاتحة بخلوك تصلي بهم والله يد لو ما بترفع يديك بعد الصلاة آه اللهم هدينا بمن هديت ويا ربي حجف لانا ماتت ربنا يرحمه آي ربنا يرحمه لكن بعد الصلاة النبي ما رفع يديه للصلاة بيدعا للصحابة ما حصل ولم يثبت ولا حديث ضعيف ولا حديث ضعيف فكيف الإنسان يبتدع في دين الله تبارك وتعالى وما عندهم أي حجة في الكلام ده ما عندهم حجة طيب فالدعاء دا النبي عليه الصسام قال له يقول لك يا مولانا ما النبي قال له ما تخلي دبر كل صلاة أن تقول دبر الشيء يعني آخره يعني بعد ما أتقول التشهد الأخير والصلاة الإبراهيمية أدعو بعد ذلك أدعو لأن الموطن دا موطن بتاع إجابة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الزول بعد ما يقرأ التشهد وصلاة الإبراهيمية ويستعيد من الله عز وجل من فتنة المحية والممات ومن شر فتنة المسيحة الدجال ومن عذاب القبر يسأل الله من خير الدنيا والآخر دا موطن بتاع إجابة الناس بخلوا الموطن دا أمشوا مرقوا برا يعني زي زول قاعدوا مع السلام مع رئيس الرئيس هو قاعد مع الرئيس جوا في بيته الرئيس قال مثلا الزعيم وقال الملك قال له أسأل داير شنو حاج فلان والله داير لي عربية ودي المجنن الأمة دي كلها ما في زواء شفتها بس يقوم يصحف والله قال لقينا عربية ارتحنا بما وصلت دي تعيبنا يا أخي داير لي عربية وداير لي والله بيت ناصية في أبو آدم وداير لي رصيد في البنك وداير لي والله أربعة حريم وثاني والله داير لي قال لقي اتنين جانبك دي ينقول اللي البضاعة برضو ما كعب قدم طلباته كلها وما قاعد قدامه بعد ما مرك برة وزو القفل بابه وادعو بعد ما طلع برة يا حضرة الملك داير وداير 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 أسألت ما كنت معاه جوه ولله المثل الأعلى انت كنت في الصلاة بتناجي الله وبتدعو الله بعد ما تطلع برة تجيب لك بدع تجيب لك بدع وده من الأشياء التي يروج لها أهل الطرق المتصوفة وأهل الطرق المنحرفة فالنأفة دبر الشيء يعني آخر يعني قبل ما أستلم قول الدعوة دا قبل ما أستلم قول الدعوة دا اللهم شوف الدعوة دا ما جاء يا حكيم أعني وانت برضو في الصلاة بتقول لي يا الله إياك نعبد وإياك شنو نستعين ومن أعانه الله فهو المعان ومن خذله فهو المخذول عشان كده أي زول تلقاك أسلام من الصلاة دا عارفه مخذول زول تلقاه ما قادر يصلي زول تلقاه ما قادر يقرأ قرآن زول تلقاه ما قادر يذكر الله اللسانه دا تقول فيه شطا لا بيستغفر لا بيذكر لا بيقول سبحان الله بس تلقاه الليل والنهار تلقاه يغني ولا مدايح ولا أهان البنزين نزل لما نزل الضولار عمل كم أذكر ربنا عشان قلبك اطمئن وعشان الشياطين تفير منك الشياطين بتبتعد عن الزولة الزاكر الزولة بيذكر الله وتلقاه مواظب على الأذكار أذكار الصباح أذكار المساء أذكار النوم سبحان الله والحمد لله وأذكار ميسرة ما زي أذكار الصوفية أذكار الصوفية ادوك لالوبة عشرين كيلو في مخلايا وبقول لك تبليل بعد ما الناس ينوموا الصاعة اتناشر بالليل تقفل اللوضة وتطفي النور وتجرد اللالوب وتقول يا هو يا هو يا هو خمسة ألف وخمسمية خمسة وخمسين مرة وتغمد عين وتفتي عين وإن جاتك حاجة ما تخاف منها يا زول ما أخاف كيف عنه وقال لك تغمد عين ما بجيك الشيطان تلقاه الليل كله شغال يا هو يا زول لا زيكر إيه تبتنبح ده شغل بتاع نبيح ده ما زيكر ما في زيكر في الشريعة الإسلامية تقول هو هو ما في نتحدى يا زول الزكر ميسر ربنا قال أو النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمتان شوف الكلمتين دين دائرة لين دا لوكا دائرة لين نوبا قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقال أحب الكلام بعد القرآن أربع أو أفضل أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يضرك بأيهن بدأت ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة شوف الأسكالي ما سهلا وإذا قدت استغفر الله ربني أغفر لك وإذا قدت دخلت السوق أي أزال بخش السوق يحفظ الذكر ده تمام لأنه فيه ألف ألف حسنة إذا أزال خش السوق وقال الذكر ده اكتبوا له ألف ألف حسنة ويمحو عنه ألف ألف سيئة ويرفع ألف ألف درجة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تقول الدعاء ده اكتبوا لك الحسنة أصد ما خير كثير بدل تلقى الواحد شغال في الحاملة والله يتلقى الواحد شغال ماسك له سبحة زين جنزة عجلة وقالوا البترول بتحجره وتلقى شغال بجاء تق تق يوقع وبهين عامل فيها بتوى النس وعامل فيها الوضع الرياضي قالوا مبارحا من رغ غلبه وشغال يا زول إت عندك قلبين واحد مع السبحة واحد مع السياسة واحد مع الكورة ما في زول عنده قلبين ربنا ما يجعل لإنسان يعني قلبين فيه جوفه فالإنسان إذا انشغل بأي شي عن الذكر إذا انشغل بأي شي عن الذكر طوالي شنو بيسه ويغفل شان كده دائما أحرص تقول الذكر ده تقول اللهم خليه خليه اللهم أعني على ذكرك الله يعينك على الذكر والذكر الذكر أنواعه متعددة الصلاة ذكر وتلاوة القرآن ذكر والدعاء والاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وما في ذكر إلا تمشي الذكر يا شيخ عشان ما يورطك يقول لك لا إنت لو ما شيخ الداخل الورد والأذكار ما بتقدر تذكر ليه الرسول أدعني الأذكار يهدي قال لي تقول بعد الصلاة 33 مرة سبحان الله والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتختم بلا إله إلا الله أستطيع فيها صعوبة دائرة لا فكي تمشي تبرك تبرك بركبك وتقلع طاقيتك وتمشي أبويا الشيخ أنا دائرة الطريق ودائرة الأوراد أول حي يقول لدار الأوراد عندنا الصباح والمساء تقول يا دائم يا دائم سبعة ألف وسبعمائة سبعة وسبعين مرة دا يبتم وين في الشريعة ما فيه في الشريعة ما فيه فدأ كل من البدع فإنت أسأل ربنا يعينك على الذكر والنبي عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابة قال له دلني على أمر إذا يعني يعني على أمر يقربني من الجنة ويبعدني عن النار قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك ربا من ذكر الله قال له لسانك طوال يكون شنو ذاكر أنت بدل تركب الحافلة وتشتم والبنزين والبلد ونحن استغفر استغفر لأن الاستغفار الزول إذا استغفر ربنا بيسر أموره ربنا قال في صورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال الكشكوش المغلبة جماعة دين ويمددكم بأموال وبنين أولاد ذكور أولاد ذكور وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار عنام مقرابة غادية مستحضر من بهنا يزال ما لك بنقول لك أذكر الله ذكر ما فيه دلوك ذكر الله ما فيه دلوك أو عيغو الشق فاتمتوم حمتني النوم وفاتم شط حمتني النط إي تلقى لك أطرى فاتم نوم ودي ما أذكر دا اللي عمساي شفت أشابه في الحوليات وفي الرجبيات وفي الموالد دا ما ذكر ولا الصحابة كانوا بيذكروا كده ولا الأقل أيما الأربعة كانوا بيذكروا كده ولا التابعين ما كانوا بيذكروا بالطريقة دي لكن عند الصوفية أذكار مبتدعة ورقيص وجنباز وفنون شعبية يقول لك والله زكرنا زكر مولانا بعد عرقنا لا لا إنت رقصت بس فإنت فيك رقصة في الحفلة خجلان ترقص في الحفلة رقصت في النوبة بس لكن دا ما في ذكر بيخليك تليف يكرى وحدة وتقع الرب يقول لك والله الزوالده غيري في غيري في غرق في ذكر الزكر في غرق الصحابة ذكروا النبي ذكر والصحابة ذكروا والأيمة ذكروا ما سمعنا صحابي واحد غيرك في الذكر الغرق دا هناك بنعرفه في البحر تميش هناك بتغرق لكن لا أقاكم غرق في الذكر وغير أركب واحد تلقاه هناك يقول لك يليف يكرع واحدة أركب في الياب فضي فوق وأذكر وغرق بغرق والله ينسك بيقول عوية دي يقول لك مولانا ما بموت طيب انت بتستهبل علينا وتقول كاف هناك غيريكت وهنا ما در تغرق فوق لأنه دا كل من البدع والمحدثات التي ما نزل الله من السلطان طيب اللهم أعني على ذكرك وشكرك أشكر الله يا أخي انت الآن في نعمة ربنا لو علمك التوحيد دي نعمة كبيرة والله والله من أعظم النعم إنه ربنا يهديك للتوحيد ربنا قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ربنا قال وإذا ذكر الله وحده إشما أزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة أنت إذا أتكلم لك في التوحيد وبتكون مبسوط أعرف أنه أنت تمام لو بتتكلم لك في التوحيد وبتجوط أعرف أنه قلبك مرضان والله ربنا قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم شنو نفورها بينفر منك زي ما بتفر زي ما قال ربنا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فتشكر الله أشكر الله على نعمة التوحيد أشكر الله على نعمة الاستقامة أشكر الله على نعمة البصر أشكر الله على نعمة العافية زول الله أداه صحة لو دقش الياف تضيء ممكن يرميه بعد ذا تلقاه شغال درويش تحت الشيخ بس والله جد حصلت لو جزول سلف يتكلم في الجامع الشيخ بقول تقطقوه ولا يقول الجماعة جيهو الدرويش يمسكك والله يحلك رب العباد بس مضاري مهيوبة يا زول ها والله قبضته أقوى من القماش مرة مش يتلاقي مسجد هنا في اللاماب واحد دار اتكلم في التوحيد واتكناي يا زول ها يمسكني والله بس ربنا سائل أطف مركت والله الذي لا لغيره وداري طلعني بابا الإمام يا زول ما لك أنا بتاع بنقو لا بتاع سجاير صعود جيد غنيت لا لكن عشان دار اتكلم في الصوفية واتكلم في الشرك وفي البدع طواله قام زين ودائما أي زول بيزعل لما انت تتكلم في الصوفية دار عارفه قلبه مرضان انت قالت كتب الصوفية انت عارف الصوفية قالوا شنو الصوفية قالوا هم البن السماء الكلامنا ما جبتوا أنا في كتاب اسمه فيوض البحور المتلاطمة بتاع الختمية قال أنا عرشها والكرسي أنا في الصفحة 111-110 قال أنا عرشها والكرسي أنا أنا للسماء بانيها لو لا الحياء من ربي نار الجحيم ياطفيها الصوفية قالوا شيخنا بالدجانة ما سمعت عبد الرحيم الزريبة في كتاب أعلام الطريق قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد يربط ويحل في كل محل كم أدى طفل غير ما السوطفل كباشي البدجانة من المسلمين أنا غايته عقبتي المبتي الزحزة إن البدجانة الله براوه لا فقي لا شيخ لا دجال ولا نبي ذاته ما بدي الجنة ارتاح انت أفضل من زكريا يا كباشي ويا برعي زكريا عليه السلام ربنا قال عنه مرته كانت عاقر وكبر في السن بعد ما قدر يدي نفسه جنة فكيف يجينا واحد في الزمن ده يقول لك أنا بدي الجنة وربنا قال في صورة الشورى لله ما للكباشي ولا للبرعي ولا البنكاشفي لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ده من البخلق يا جماعة الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ربنا قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ربنا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وغير من الآيات فالجنة بديوا الله لكن عند الصوفية قالوا لا عندنا شيخ بديوا الجنة وأن نكلمك الجنة ذا مدائر له شيخ والله مدائر له شيخ دائر لك جنة والتصن ما عندك مروعة أوعت ودي مرتك هنا أوعت ودي مرتك ولا بالتخوق ولا قريبتك توديه للشيخ عشر سنة ما ولدت وجمعك الرواق الحلة ما بقيته ثلاثة ما بقيته ثلاثة طبعا لما انت زوج في البلد دي في السودان لما انت زوج السنة اللولة ما ولدته الجماعة ما في حاجة الحاجة دي كان جات في جرس يعني أها ما بقيته ثلاثة والله لسا أها ما في حاجة كده ولا كده يا ناسي بالرجال ولا بالقوة شخص الذي ما بتزوج بترجع رحمة الله ولا ما ياهو يجننوك ما بقيته ثلاثة أبقيته ثلاثة يقول لي والله في واحد فقيب يا جاي كارب قالوا بدي الجنة يقول لك والله لكن الفقي شرطه معك تجيب معك الولية يقول لك جيب الولية كان أصلا بدي الجنة خلي الولية في البيت يقول لها الشيخ أنا عاقر ما عندي جنة قديني جنة أفتح الشير وخليه حويل لك لكن كيف يديك جنة الجنة ما بيبدو بشير يا ناس ولا تفتح البلوتوس بيحويل لك جنة ذا بتزوج وبترجع رحمة الله لكن يقول لك إن جبت المرأة وشاف سمها يقول لك خليها هنا دائرة عزومة تقيلة صباح ومساء وإن شاف شين بيديك بخراته بيكتح بيقوم هو يقول لك المبروكة يا الله هميش ليه لأن الشيخ لدي نحا عارفينه وما بنى مش أكتر من كده لقدام إنت أفهم الباقي يتمه في خيالك نحا ما ورناه غايته وديناك النقاطة البارزة إنت تاني يتم الشغول فربنا لو هداك للتوحيد أشكر الله عز وجل وشوف التوحيد ده بعلمك الرجال توحيد ده والله بعلمك الرجال بيخليك زوج شجاع لا ما بتخاف من الفكية ولا بتخاف من السحرة ولا بتخاف من ستة الودع ياخي تخيل شاب شنبه يكتف لوعة توت يخاف من ستة الودع أقول لك والله ستة الودع دي كما كما تخطة تالبيض بتبين فوقي يا واتتبين فيك بتاع تناي تبين فيك كافي عنه ويقول لك الفكيدة لو نظمت فيه بيفت الحنكي عسي البورا عدة خلينا نحا قاعدين وشغالين من الفين وخمساشر في المحل دينا وقفت الحلقة البورا عمات ونحن قاعدين وإن شاء الله بندعو للتوحيد ومستمرين في هذا لأنه دي دعوة الأنبياء والرسل ودي الدعوة الربنا بنزل بسبب البركات من السماء والأرض ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا أهل القرى أي غرية تلقى فيها قبة وقبتين ما لقاتكم القباب؟ قبة في أي غرية في السودان إلا ما رحم ربي فيها قبة وقبتين وثلاثة أمش حمد النيل أمش الرمالة أمش بيغادي ومدر مانات دي أمش بيجايا السوق الشعبي ومدر الخرطوم أمش بيهناك بحر اللي زيرقاب أمش الزريبة أمش الشكينيبة أمش بيجايا بحراز ما كفت بحراز؟ بيجايا في شارع مدني تزعطاشر قبة ولو اتكلمت وقلت الكلام ده باطل ينطوا عليك جماعة من الأخوان المسلمين والجبهجية وغيرهم من الضيع الدين في البلد يقول لك ما تتكلم وما هكذا وما ينبغي ووحدة الصفة الوطني وينو الصفة الوطني ده شيعي وده شيوعي وده تجاني وده ختمي وده برهاني وده تسعيني وده قادري وده روكيني وإتذاتك عامل فيها كابتن بتاع الفريق كلكم الأممين في الجامع تلقى الأخو المسلم عامل فيها كابتن الفريق في النادي ورئيس اللجنة الشعبية ورئيس لجنة المسجد والعامل فيها بيصلح الناس في الحلقة بتاعت القرآن مصلط على الناس الأخو المسلم وبتلقاه دائما يقول لك عندنا اجتماع وممنوع التحدث إلا تجيب لنا إذن من الأوقاف وإذن من الإيه وإذن من الإيه يا ناس حرب وعداء للدين والله ما سبق هؤلاء الناس أحد بمثل هذا العداء قفلوا المساجد إلا من رحم الله أمشي أي مسجد جنب الممر تلقى ورقة مكتوبة ممنوع التحدث إلا بإذن اللجنة إتعارف الممنوع الكلام في شنو؟ الكلام في الله واحد ما دائرين الله واحد ما دائرين تقول ديال الصوفية دعوا الناس للشرك الصوفية دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم الصوفية ضيعوا الناس وخربوا عقائدهم بالدجل والشعوذة والسحر وخدعوهم وأكلوا أموالهم وصلطوا عليهم ما دائرة تتكلم في الموضوع ده والله يدل دا دا دل الورقة على اللقاء في المسجد خوش أي مسجد أي مسجد عجبك بس اتكلم واتكلم في التوحيد بكرة لو ما اللجنة اتتمعت مرة في شرق النيل في مسجد بعد تنطة الكبري جنب المستشفة يجاي المسجد دا يوم صليت فيه الجمعة الإمام اتكلم وجاب كلام باطل بعد الجمعة طوالي قم تردد عليه كلام دا الإمام دا قال كده وكده يزا والله خير غد يكون ما عارفه كده الكلام دا باطل ومخالف القرآن والسنة وردد عليه ورد تمام وتكلمت في التوحيد الله يتقبل بعد يومين جيت تاني يصلي العصر لقيت ممنوع التحدث لا بيزن لجنة يا ناس ما عقوله دا جامع ولا نادي الجوامع بقوا إتت معاهم يجيب لك المازة يتفضل المولانا ويجيب لك الكرسي والطرابيزة وتعلينا كل مرة وبجنب بعصرين حق المواصلات لكن إت لمن تكون ما معاهم وزوى السلف بتحذر من الجماعات بتحذر من الطرق بتحذر من الشرك طوالي بيقول لك ممنوع الكلام الله بذن اللجنة فإنت أحمد الله لو الله هذاك للتوحيد أحمد الله اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تتسار الله عز وجل ربنا يوفيك للعبادة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والعبادة المبنية على الإخلاص والمتابعة دي العبادة الحسنة أما أي عبادة غير مردودة وباطلة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من المحدثات والبدع قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة والكلام يطول في هذا الحديث لكن نكتفي بهذا وإذا مدى الله في الآجال نجي الأسبوع الجاي ونتكلم في بقية الفوائد نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى جزاكم الله خير والسلام عليكم